الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعود لله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلب فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإرسال إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون والمسلمات أصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل حيث قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ وفي هذا اليوم يوم الجمعة المباركة أحب أن أذكر نفسي وإياكم في موضوع من مواضيع يتعلق أو تتعلق بالتقوى ففي هذه الآية التي فيها الأمر أو التذكير بالتقوى يسبقها الأمر بالاعتصام يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ يَلِيهَا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا واعتصموا الاعتصام ومن لغة الاعتصام أن يعصم بعضنا البعض بمعنى أن يساعد بعضنا البعض ليس فقط أن يكونوا مع بعض وليس فقط معناه أن يرتبطوا ويصلوا مع بعض أو يذهبوا ويأتوا مع بعض ليس المعنى فقط الاعتصام بمعنى أن تكون مع بعض وتأكل وتشرب ومع بعض لا إنما المعنى كما قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس فالله يعصم الأنبياء من أن يتعرض لهم الأعداء كذلك من الأخوة ومن الاعتصام بحبل الله عز وجل فيما بيننا وكذلك من التولي بعضنا لبعض بمعنى أن يكون ولياً بعضنا لبعض يتطلب أن يكون مساعداً أحدنا لآخر بغض النظر كما أسلفنا عن أي قوبية أو مثلاً أي انتماء عرقي أو انتماء للمذهب أو انتماء لأي شيء إنما الاعتصام بمعنى أيضاً يتدأت بمعنى من معانيها أن يكونوا مع بعض ثم أن يعصم بعضهم بعضهم فهذه للمعاني التي ينبغي أن يعني يركز فيها المسلم وإن نموت شيء اهتب شيء بزاري ولد يا جمعة خطباتشن راسينم والله تشونم لاستعوصفاً لكم بترئيس الله سبحانه وتعالى كتقوى مدين السن كما كبر السن تئزاز كما تنكك بس سن تئزاز لي كما وال باز ززبط يا قرآن آيات سلتاقوى يا ززبط آيات يا قرآن آيات ولياو أكتات لو كتزابو هلا واعتصموا يبني الكلام واعتصموا بحب لله جميعاً هلاتهم بأ الله سبحانه وتعالى قمد لي تساساونا تساساو يبني لو قال هل قزي ببسو سووش عندما يفسرونا عندما يسمعوا أبراكشوهنو أبراكشو بطاقبابو يمي قال لنا بالنسبة لله تعالى عن إعتصار من عصام يعصم يمي لو قال أرجنو قالوا تطرقوم وقت بدن بسن جابا أستو من الناجين يعلل عندكشل عندكشل مردات يمي للم مستوى اللبات مكناتوا نبي صلى الله عليه وسلم بداعوة لأي باتبهن تهلأي ينميقارة بهن كانت ينم دعوة لما كالكال بما تسوى ينم تألات واج إننا قد الله إننا كلاكال الله سلسي ينم معنى وينم ترقوم لما ساكاتنا ينم معنى وينم الأمر الإنمو إننا قد الله ساكاتنا 김븐도 الله يا الله خليفة حسätنا الله سبحانه وتعالا 16 끝�f個 ويذ SEE أني ساككم يلاقش ومن الأرش الله سبحانه وتعالا ان GT ينم معنى وي المسلمين يerm tik يحضر إليقان أرخز يتجمر لذي no الملائكة أوotsلا موطٍ إ persones آخر يلعز 받고 يا سوى يحفظت ماذا؟! يحفظت يحفظه. سوف تقرأ انفسية هنالك وهم يحفظ لهم poderm独ى! لكن الله سبحانه وتعالى من نفسنا و نرى النواد نعم فإن إن لماذا له ماذا «مونا» حتى يقوم باع المشكلة وإن لأقلتكم باع المشكلة لأن امونا المشكلة إن لماذا تتحفل لماذا تتحفل أي شيء؟ إن كانوا بالمناسبة لعرض وأعتقد أنك ستوقفة اذا كنت مرحباً إن كانوا المشكلة وإبعاء أحدهم و يأتي بشيرك في نفسه ، ويجب أن تتطلب منه بشكلّفهم ، و مستعيزة المصبع من المسلمين يتحرك ، مع نفسه عن نفسه ، و في نفسه عن نفسه ، و في نفسه ، في نفسه الذي سيد ، فإنهان ، إنه قد ايان تقومи بحكة يعطي كلانا ، يترك بحكة كلمة ، لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا إذن الله سبحانه وتعالى عن مسلمOS وعام حاول الإنصال لنا سوف تقاتلون أو تقاتلون ل��boards وإن مشاتي الولد في الغير ما زد القاتل؟ وروا ما زد للتقاتل إلا الله اخرجنا من هذه القرية هلا ت ottimこう أن tuvresse إلى المدينة عندما نocreون هنالك بعضة فلما كان هناك مغامرة قاتلوزيلي بمتشروت فايتار المالكما مالك تاقل المالكما قل إيه تقل كاسكانه باك ألم بوركت بلاي مسعف جمرو إيه قل إيه تبدلنا كمسعف جمرو اسكا باقل باقل ينمسا اسكانه لأمسالي باهو نساعة اندونيجيالي كافتين يهونا صونامي كافتين يهونا يهونا كافتنوا كل دلك اللوة كافتنوا يعملوا آنون يصبح الذهاب كافتنوا إدونيجيالي كافتنوا مل Ground مران كيفية احد هم ؟ أ錢 أثر و هذه الجزء يتم تبعلك المسلمين لكننا أشترك الإنجان إنه إنه إدوانيجان في نفسه أخي لله إنه مسلم هو حقاً إنه مسلم هو حقاً ولكن هذا الوقت إنه مسلم وعنده إدوانيجان في إدوانيج وعنده إلا فلسلم وعنده إلماه جميعها وعنده إدوانيجا هم عندهم واحدة إن أغرامهم تغريهم حانفهم والذوق لما 인علهم سيلمة انتهيت الوضع قريرو نبي صلى الله عليه وسلم وفي كبد وفي كل كبد رطبة أجر نبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقرتو من المعينة تنسسا أصدقاء وهي تتمى عند حبيثك اللجنة يحفزانه من إلان كان الرجل يمشي في الطريق فعطش بتعام وهات أمى فإذا شربه هنا بئر لا يورد لنا فنزل البيئر فشربه ثم خرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطش يلهث يأكل الثرى من العطش وشان بزو كزي سواج وشان ينکان وشان سوى مسي سابده وأننا نج بأيتو بأرنج بأهل وشان لأننا نكاذن جن الله سبحانه وتعالى وشان أكبرو ورآم لين تقصتال للمسالي وشان أسل تناجو آدم تي زببتال لاتي بلو سورة المائدالي تقصتال سورة الكهفلي وشا كهف سووش كارابرون دانبر الله سبحانه وتعالى تقصال يمسا السلس بتدايو آيات وشلي عندنا ننسوش تقصال بتصوم انسسان بانسسان نتو منم يقول دلو نقر ويبين منتألو نقر منور يلبتن اندسو إننا من إلال الله سبحانه من إلال نبيو صلى الله عليه وسلم فإذا فرأى كلبا فإذا كلب يلهث يأكل الثارة من العطش كبت أماتي تنسى دارو ككوري ودارو يالا تكاينيسا الوشا لقد بلغ من هذا الكلب مثل الذي بلغ مني إلاله يدرس وعينة تشكر ازي وش علي درصوبة على الألن فنزل البقرة وردنا كذا ميسا تبت وها ميالا تبت نقر جميعا وعنلبرون وكنا نعطو يعني ان كوري بجو لبوتات بجو يزون بيوتا بجوم عيسارا مالا تجو يقدم المنالبه كوريون تنتلات وموط أخرين سلزي من عد الرجال تجرر ما لثني يصولون سلسو سيسلو لنبي صلى الله عليه وسلم فنزع خوفهم يعني ايه تعمونا ولكننا فملأ الما وها عد الرجابة فأخذه بفيه تقرطو بقافو يازون سوي تعمو تعمو بقافت مياج موزو مزي يكبلا قل يازون واتو فسقى الكنب وشاون نبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له الله سبحانه وتعالى يهي النمسرة وددن لت امسجن لت اندزموا مارو كونجلوا ايه وسلم مارو ليلو كنتو لا انزساتوش يميسرنو اندسو اندسوش بابلو ساوو 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 كبدي نطبت ملوس ايهي 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 يعني بابلو قدينو اصاقاينو اندزينو تابلو لتسرينو وانجلو يصفحون اكامباليهون راسو عطاقس راسو يتجل 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 لزام القرآن بابلو البحث يتجل لم يتجل المكلز سادسة لم يتجل سادسة الو ايهي سادسة في القتوب الاسلام والسوا اخوه فانتوا اخوه اندره اندره لاندره وإنما بالتأكيد من التأكيد من خلاله وبعدت نفسي فإننا ناهي هم نفسي لكي يقول نفسك اي موسيقى أنه إنه مول لتعكيد بضعة تنبيه ولكن يقول الله سبحانه وتعالى يقول يقول وَأَعْتَصِمُ مِتْ لَوَانْ كَالْ سَنِّي رَدَّاتِ شِلْجَرَ عَلَى بِالْمَالَةِ لَذِينُ النبي صلى الله عليه وسلم وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ عَنْدِ سَوْمْ بَدْ كِدْ كِلْ يعني يَا اللَّهُ دَاتَكَ السُّبُورْ نِمِهُنَوْ السُّبْ وَالْدِ مُنْ بَمَرْدَاتْ لَيْكَ بَالَا قِزِينَ وَبِالْوَانْ اللَّهِ رَبْدَانِ شَعْهُونَ أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمُ وَالْبَرُّ الْكَرِيمُ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينُوا عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Brothers, I will try to summarize what I said in Arabic and Amhari When we hear the verse related to taqwa Always people when they start their nikah, their speech Always they say this This taqwa taqwa And this ayah that I started with But this ayah that I started with When Allah subhanahu wa ta'ala said يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِبْتَقُوا اللَّهِ وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ And follow After that the ayah comes saying وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا Always I hear people translate this ayah Be united Be together Don't create any disagreement between you And this is the tafsir that always I hear But when we see the root of the word in this ayah اَعْتِصَام It has also in that word أَعَصَمَ يَعْصِمُ Means to protect each other And to help each other This is one of the meaning That is why Allah subhanahu wa ta'ala said وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ When Allah said When you try to teach them When you transfer the revelation that comes to you There will be people come against you And they will fight you And they will maybe try to hurt you At that time Allah said وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ Allah will protect you Allah will stand by you So don't worry That is what Allah subhanahu wa ta'ala says So this ayah وَعْتَصِمُكُ Means when anyone بِحَبْلِ اللَّهِ Especially بِحَبْلِ اللَّهِ Means most of the translation or the interpretation Comes saying Saying the Qur'an When you understand the Qur'an When you believe in Islam Truly When you are a good believer You will understand that You are created To protect each other The Khalifah The Khalifah also The ayah In Surah Al-Baqarah When Allah subhanahu wa ta'ala Said I made you The Khalifah in this earth Means One of the The interpretation Also here To protect each other To help each other So Especially When your help Is needed That is Allah subhanahu wa ta'ala Also telling us In Surah Al-Imran And in Surah Al-Nisa Especially in Surah Al-Nisa It is very clear Comes Saying مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ That means Why You people Don't stand By Each other Why you don't fight For One another Or For helping Others When they get Oppressed When they got Any Trouble When they They When they are Going through Something Hard Like Our people Our brothers In Indonesia Now The tsunami And the earthquake Is Taking People Life Their life Is gone And they are They are replacing From their place And they They don't have shelter They don't have Even that life That they Know it So We As a brother We As a human being We need To think About them We need To think About anyone In the world That Happened to him This kind of Problem This kind of Disasters We need to Stand With this kind Of people By Dua At least If we Claim That we Are If we Claim That we Are Human Being Even So This is What we Learned From Allah Saying Didn't Didn't Mention Allah Subhanahu To Here Their Religion Even Didn't Mention Their Also Nation Didn't Mention What They Believe In He He Said In General Al Mustadhafiin The People Who Are In Need Of Your Help So And Describing They Are Calling You Always In The World They Are Calling You Saying They Are Saying Ya Allah Help Us With Our Brothers They Are Calling Where Are Our Brothers Rabbana Akhrijna Min Hadhi Al Qariyat Zalimi Ahluha Waj'al Lana Ya Allah Make Someone Stand By Us This Is Their Call Saying Ya Allah Bring Someone To Help Us And To Help Us To Get Our Souls From This Oppression From This Disasters To Help Us We Need To See To Our Souls How We Are Blessed We Have Always Now We Are Choosing Best Clothes We Are Always Looking To A Best House To Live In Even The House That We Are Good In It But Still We Feel That There Is Something We Need More And More But Now We Are Facing People Without Nothing No Clothes No No Anything How Many Clothes We Have How Many Some Of Us They Have Some Of Us How Many Times He Eats Salads After That We Start Us And We Start And We Choose And Buffet We Start To Eat Here And There The Menu Must Be Good And We Are Choosing Heaven But These People In The World They Don't Have Anything The Third World The Third People Of The World They Don't Have Nothing So If You Believe That You Are Muslim And You Believe Also As A Human Being As A Human Being You Need To Understand This And Allah Telling Us To Stand To Stand With Your Brothers In Any This Kind Of Occasion This Kind Of Disasters This Kind Of Troubles We Need To Stand With This Tells Us So To Get Out Of This The Narrow Mind That We We Put Helping Each Other In Very 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 Small Circle We Want To Help Only Our Solves Sometimes Our Children Some Of Us May Be The One Who Always Agreed With Our Even Opinion Subhanallah But Allah Created You Bigger Than That Bigger Bigger So You Need To Think About Our Entire Humanity This Is What Allah Wants You To Be Bigger Than So Always When Anything Happens You Have To Ask Yourself How Can I Help How Can I Help By Anything Dua Money Or Your Power If You Have Anything So We Need To Think About This How Many Of Us Volunteer For Some Organizations Like Islamic Our Brothers Are Here Masha Allah So Ask Them If You Need Anything I Can Help Packaging Or Anything Sometimes They Need Some To Take Some Even Something To Reach To Someone So You Need To Talk To These People To Be Even Bigger Also To United Muslim Relief And Muslim Aid And Other Organizations Any So You Can Help Even Your Own People Even If You Don't Want To Help Others Ask Them Where Are Our Share Where Is Our Part You Can Ask Them As Ethiopian We Have Now 8.7 Million People Are Displaced From Their Place Yeah So This Is Big Problem The United Nations They Released This News So We Are In Big Trouble In Big Issues We Need Hope As Ethiopian So We Need To Talk To Others We Need To Stand To Each Other I Ask Some Of You These Days If You Can Please Come And We Can Pack We Have Some Rises To Give To Ethiopian People Wallahi No One Show Up No One Asking Me So How Can We Claim That We Are Muslim And We Need To Be Together We Need To Unify Our Souls This Is Nothing True If You Are True Believer If You What You Say Is True So Put It In Action Let's Let's Help Each Other To Put This What We Say Always To Put It In Action This This Is What The People Who Allah Describe Them As Hypocrates They Say Something They Don't Do It So They Always Talking About United Always They Are Talking About Brotherhood But They Don't Do Anything Regarding That Brotherhood So Brotherhood Is Not Talking Unity Is Not Talking It Has A Rule It Has Action It Has Something To Do So May Allah Bless All Of Us And Help Us To Also To Understand The Quran And To Stand And To Help Each Other Allah And Rasul Sallallahu Sallam Telling Us Even Some People Helped Dogs Helped Some Animals And Because Of That Did Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bless Them Allah Subhanahu Wa Ta'ala Forgives Them So This Is Very Good Shortcut To Someone And In Shallah To Be In Jannah When We Come Even About Helping Each Other Wallahi It Is Even Comes Before Salah That Is Why Allah Said And Didn't Say He Said First Orphans They Don't Care About Orphans These People Are Claiming They Believe In Judgment In Day Of Judgment They Claim That They Believe In Allah But This Is False This Is What Allah Tell And After That They Are Not Encouraging People To Feed The People Who Need To Have This Food So This Is One Of The Thing That I Remind You Like The Same Thing When We Go To Help Some Organizations To Help With What We Have Anything We Have We Can Give And When We Come To Before Allah Subhanahu Ta'ala Day Of Judgment Day Allah Will Not Ask Us With This Thing Otherwise We Will Be Asked About Everything Happened And Allah Will Ask Us What Did You Do So May Allah Subhanahu Ta'ala Help Us To Do Something And To Be Forgiven At That Day Insha'Allah Allah Allah Mansur Al Muslimin Wal Muslimat Allah Allah Mansur Al Muslimin Wal Muslimat Allah Allah Inna Asaluka An Tukhrij Ikhwanana Al Indoneseen Mimma Feehi Allah Humma Kullahum Allah Humma Kullahum Allah Humma Aymhum Fee Allah Inna Asaluka An Tukhrijahum Mimma Feeh Wa At 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 Allah Inna Nesaluka Al Afwa Al Afya Al Dunya Al Akhirah Allah Inna Nesaluka An Tualif Byn Qulub Al Muslimin Allah Himma Al Liff Byn Qulub Al Himma Al Liff Byn Qulub Al Muslimin Jami Allah Himma Inna Nesaluka An Terzuka An Amna Fee Bilaad Allah Inna Nesaluka An Terzuka An Fee Bilaad Allah Himma Ammin Auطan Allah Inna Nesaluka An Terzuka An Lillislam Fahman Sohich Allah Inna Nesaluka An Tjajalana Mimma Yafhamuna Al Quran Fahman Sohich And Yatab Inna Tohich �� Alluf Al 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 الله أكبر الله أكبر